وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتبعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والباع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 439 قضية تموينية بمضبطات بلغت قرابة 125 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تمضبط أكثر من 78 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تمضبط أكثر من 46 طن وفي مجالي القضايا المخابس تمضبط 627 قضية خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وفي مجال دبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتدول القمح المحلي تم ضبط ثلاث قضايا بمضبطات بلغت أكثر من 4 أطنان أقماح محلية